وباكورونا كشف عن حجم التهميش الذي يعاني منه العمال في قطر وفقا لما كشفته منظمة العفو الدولية المنظمة أعلنت في تقرير جديد عن إغلاق أجزاء من المنطقة الصناعية في الدوحة بسبب مئات الإصابات بالفايروس وتدني الخدمة الصحية بل وغيابها تماما من جانب السلطات الصحية مما ينذر بكارثة إنسانية هذه الأوضاع دفعت منظمة العفو إلى حث الدوحة على ضمان عدم تهميش العمالة وتمكينهم من الحصول على رواتب مرضية عندما لا يستطيعون العمل مشددة على ضرورة أن تبقى حقوق الإنسان في جوهر محاولات الوقاية والاحتواء من فيروس كورونا مع ضرورة توفير الرعاية الصحية والوقائية لجميع المتضررين وبدون تمييز هذا الوضع يضاف إلى الصورة التي أغفلها الإعلام القطري والتي أظهرت جليا انتهاكات حقوق العمالة الوافدة والتي تشمل القيود المفروضة على حرية حركة تنقل العمال وغياب العدالة في قضاياهم وسائل إعلام دولية ومنظمات حقوقية تحدثت عن العديد من انتهاكات ضد العمال الأجانب بما في ذلك العمل القسري أو الإجباري والأجور المحتجزة وظروف العمل غير الآمنة وأماكن المعيشة السيئة ترجمة نانسي قنقر